أكدت مصر التزامها بالتعامل مع المجتمع الدولي لتنصيق توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وخلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأم المتحدة حمل مندوب مصر الاحتلالة الإسرائيلية مسؤولية عرقلة جهود تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يرقى لانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي واتفاقات جناف كما شدد مندوب مصر على الالتزام بحماية الأشخاص ضد أي كوارث وتقديم المساعدات الإنسانية وكافة الخدمات الحكومية إلى ملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح من الشرق الأوسط وإفريقيا تشدد مصر على التزامها بحماية الأشخاص ضد أي كوارث ولا يمتد هذا الالتزام فقط إلى المواطنين المصريين وإنما ينسحبوا على تقديم المساعدات الإنسانية وكافة نتاقات الخدمات الحكومية الملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح بالشرق الأوسط وأفريقيا تتعاون مصر أيضا مع المجتمع الدولي لتنسيق توفير المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة على الرغم من حقيقة أن مصر القوى القائمة على الاحتلال تتحمل المسؤولية الرئيسية والأساسية لتكشف هذه الكارثة الإنسانية في مصر وهي التي عرقلت جهود تقديم هذه المساعدات الإنسانية في تضادن الالتزامات وفقا للقواعد العرفية والقانون الإنساني الدولي بشكل يرقى إلى انتهاك جاسيم لاتفاقات جناب ترجمة نانسي قنقر